هي المأسات نفسها تتكرر هنا في مخيم بزيبز خلال فصل الشتاء من كل عام حيث يعاني النازحون الذين يتخذون هذه الخيام المتهالكة مأوى لهم من نقص الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية وكذلك النقص الحدي في المواد الاغاثية التي قطعت عنهم منذ شهور والله يا ماما مقعدين نهاية ثمان سنين جاعدين بهالظيم بالخرج والله الخرج بشتيه بشتيه سلجا علينا شون عبايق حاطنا بسلج كهرباء ماكو كهرباء من يطفون هالمقرب المقرب من من ريد نقعد ويطفون هالصبح الفجر من الفجر لمال العشرة يالله يشغلونها جو بارد نفط ماكو شسمه حطب ماكو أكل ماكو يعني شغل لا يرثى إليها وهنا الريد يعني من أتكم الريد يعني توصلون هذا الخبر يعني وتقولون يا بأ هنا نازحين والله العظيم لا مي ولا كهرباء يعني في الحالة وين الروح وعنداني يتام هنا حتى المتبرع أصني ليجي لهنانه والله العظيم قام عن النفاق ما يجعلينه المتبرع موي يجيهنانه ما يجعلينه ثمانية أعوام قضاها أهالي جرف الصخر والعويسات في هذه الخيام وما زال مصيرهم مجهولا على الرغم من الحملات الحكومية لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإغلاق المخيمات ثماني سنين احنا بهذه المخيم حتى تراب عيوننا راحت من التراب لاي لا قطرح أكو لاي صوبة أكو لاي شيء ما أكو كل شيء ما أكو غير بسرح متله صارنا ثماني سنوات ما نعرف شين عاش قاعدين هنا لا احنا مجرمين حتى يحاسبونه يعني أنا حال حال داعشي داب بيننا قاتلت وقفت في الجيش وغاتلت الدواعيش وحال حال الداعشي معقوط أريد من الحكومة ينصد علينا وبحسب إحصاءات رسمية فإن نحو ثلاثة آلاف عائلة من جرف الصخر ما زالت تعيش ظروف التهجير خارج مناطقها من بينهم خمسة آلاف نازح يعيشون في دور مستأجرة أو خيام في قضاء العامرية في الأنبار لقناة التغيير أحمد الحمداني الأنبار اشتركوا في القناة